اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم انا عاوز اشجعك انك تقرأ كلمة الرب كلمة الرب فيها فوائد عظيمة جدا وفيها بركات عديدة وممكن انعدد عشرات عشرات البركات من خلال قراءة كلمة الرب اليوم انا رح اركز على ثلاث اسباب ليه لازم نقرأ كلمة الرب اولا كلمة الرب هي اللي بتقودك الى الخلاص بتقود الى الخلاص احبائي مكتوب في بطرس الاولى اسحاح الاول وآي 23 مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية الى الابد فنحن مولودين من زرع لا يفنى من كلمة الله وهذا التجديد او التجدد يحدث من خلال عمل الروح القدس في الكيان بقوة كلمة الله التي تخلق الانسان من جديد مكتوب في رسالة يعقوب شاء فولدنا بكلمة الحق طبعا انه مش بيتكلم عن الولادة الجسدية كلنا نولد من بطن امنا عندما نولد لكن هم بيتكلم عن ولادة روحية بيتكلم عن ولادة من فوق شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة من خلائقه فإذا كلمة الله هي اللي بتجدد الحياة والكيان وكلمة الله مش بس بتخلصنا بتعطينا الضمان والتأكيد الابدي اننا اولاد وبنات الرب شيء تاني كلمة الله هي اللي بتبنينا بننضج بننمو حتى نصل الى قامة ملء الله قامة ملء المسيح نكون مشابهين صورة يسوع المسيح قال رسول بولوس في اعمال عشرين والآن استودعكم يا اخوتي لله ولكلمة نعمة القادرة ان تبنيكم وتعطيكم مراثا مع جميع القديسين فإذا كلمة الله بتخلص كلمة الله بتبنينا يعني نبنى بالإيمان وننضج بكلمة الله السبب الثالث كلمة الله بتحمينا من الخطية مكتوب في المزمور 119 خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إلي الإنسان اللي بيتشبع بكلمة الله واللي كلمة الله بتحكم حياته كما قال بولوس لتمثاوس وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان بربنا يسوع المسيح فالكلمة هي المقياس وهي المصاري يعني المصطرة اللي بتقودنا بشكل صحيح أنه تكون علاقتنا صحيحة مع الرب وعلاقتنا فعلا كلما نظرنا إلى الرب وكلما امتلأنا من كلمة الله يعني مكتوب لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى عندما تسكن فينا كلمة المسيح ونحفظها في قلوبنا هذا يحمينا من الخطي بل بالعقس عندما نقرأ كلمة الله تنقينا وتحفظنا وإذا كان في خطيه بتبكتنا حتى نرجع نطلب الغفران والمسامحة من الرب يسوع المسيح قال يسوع للتلاميذ أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم إن ثبتتم فيي وثبت كلامي فيكم فإذا في الثبات في كلمة الرب ونبنى بكلمة الرب وفعلا نخبئ كلمة الرب في حياتنا عندها نتجدد نولد ثانية نحصل على الخلاص الكامل من الخطيئة والحياء الأبدية والكلمة تحكمنا نسير أن نبنى بشكل يومي ننضج ونتغذى على كلمة الله لأن الرب يسوع قال يعني ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله وكلمة الله بتحفظنا من الخطيئة أنا بصلي اليوم أنه كلمة الله تكون حقيقة في حياتك لا تهمل قراءة الكلمة مرات يمكن بتقول أنا مش شاعر أنا مش حاسس أنا عندي فطور حتى ولو جرب تقرأ الكلمة حتى لو بشيء عادي أو طبيعي لابد أنه عندما تقرأ وتستمر في القراءة أنه بتحس أنه كلمة الله قوية فيها سلطان اللي بتبتدي توجهنا وتغيرنا وتقودنا بالكامل إلى يسوع المسيح بصلي أنه ربي يباركك وفعلا اليوم تكون من عشاق ومن محبين كلمة الرب إذا رب باركك في هذا التأمل شارك مع الآخرين اعمل شير وبرده منحب نسمع منك ربنا يباركك ترجمة نانسي قنقر